أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 قد سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات أضف رئيس الهيئة أن شهر يناير الماضي أصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة أوضح ربيع أيضاً أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير عام 2022 مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بإجمالي حمولات صافية أكثر من 106 ملايين طن وأضف ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة اعتباراً من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021